عايزين نتكلم شوية عن الندقات اللي كانت بتوجهها للجنود المصريين في الفترة دي من خلال إزاعة الشرق الأوسط وتأثيرها على الجندي المصري بصوته مكلسوم وهي بتنده عليه كانت بتقول إيه؟ هي قبل الهزيمة أيام كانت سجلت حوالي سبع ندقات في الإزاعة المصرية موجهة للجنود المصريين على الجنود المصريين فقط وكانت بتزاه على الإزاعة وكانت بيسبقها عادة أجنية ليها أوطنية أو حتى بعدها وكانت بتقول فيهم إيه؟ كانت بتخاطب الجنود بتحمسهم بتحمسهم بتقولوا إن النصر قريب وإنه يعني إحنا معنا الحق وإحنا أصحاب الأرض فكانت عندها يعني دور حتى مش بس على بتحمسهم كمان مرة أخرى مش بس من الغناء كمان بالندق للجنود طبعا دي كانت بيسبق اللغز لأنه هذه الندقات لم تزاع إطلاقا بعد الهزيمة فكان الوصول لنص الندقات يعني بالنسبالي مهم جدا عشان أفهم حتى قدر التوقع وقدر الحماسة اللي كان بيرفق أم كلسهم قبل الهزيمة عاملت ذا بالضبط فلما أدور عليها وجدت أن حصل نشر لها في الصحفة المصرية وجدت سبع ندقات هي وجهتهم بصوتها في الإزاعة المصرية لجنود وطبعا فهمت قد إيه هي عندها حماسة وعندها يعني تفاؤل بالمعركة فكان يعني وقع الهزيمة عليها قاسي أنه كانت يعني مشاركة حقيقية بدورها في تحمس الناس وبس التماؤلين في الناس قبل الهزيمة الحقيقة أنه كان لها أدوار كتيرة جدا داخل وخارج مصر بس قبل ما ننتقل لدورها خارج مصر عايزة أتكلم عن دورها مع المرأة المصرية دورها مع المرأة المصرية في حملة جمع تبرعات للدهب بلدها أعتقد أن ده كان دور مهم جدا وأعتقد أن المرأة المصرية دايما كانت الحقيقة يعني في الصفوف الأولى في كل أزمة مرت على مصر من وقت مكلسوم ويمكن من قبل مكلسوم والحد النهاردة كلمني شوية عن الدور ده دور مكلسوم ويهمني نتكلم شوية عن دور المرأة المصرية طبعا طبعا أنا أعتقد الشخصي أن هي أهم نموذج نسائي في مصر لأنه هي شخصية عصامية يعني صعدت من ولا حاجة من من دقاع تماما لقيمة القمم فكتكل الهيئة في مصر النسائية سواء اللي لها دور اجتماعي أو دور حقوقي كان بينظروا لي على أنه هي النموذج المصري الأهم نسائيا في محاصلة الهزيمة كان في رغبة عند أم كلسوم في توحيد كل هذه الهيئات النسائية في مصر وأنها يكون لها دور بقى كمان في المعركة في المعركة فكان الأول أيام بعد الهزيمة كان أهم شيء هو محاولة تعويض الخزانة المصرية عن فقدان العملة الصعبة فكان الحل هو الدهب فهي شايفت أن دورها في زين المرحلة فهي جمعت كل اللي هي قد إيه زكية؟ قد إيه ستة عظيمة وقد إيه ستة زكية وقد إيه ستة قوية وكان عمرها هنا سبعين سنة يعني حتى كانتش حتى صغيرة في السن أو عندها طاقة وصحية هي كانت تعبانة صحية كمان سعتها وكانت عوامل السن مؤثرة في حياتها بس هي كان عندها طاقة بأن تتجاوز بالبلد مرحلة صعبة فعمت توحيد لكل اللي بقى إليت في مصر النسائية وجمعت خلال ثلاث شهور تقريباً مئة كيلو دهب ده كان رقم سعيتها يعني رقم مهول يعني والأرقام اللي كانت بتتبرع بيها وقتها كمان كانت أرقام كبيرة جداً يعني نكمل كلامنا عن المرأة المصرية وبعدين نتكلم عنها هم طبعاً هم يعني هم حسوا إن كلسوم هي النموذج الأفضل فانتخبوها هي هي ترأس اتحاد النساء المصري ساعتها وهي فعلاً قامت بدورها بدور يعني عظيمة إن هي حتى تشرت بنفسها على كل حيات النسائية موضة في كل مصر محافظات آه من أسوان الإسكندرية وكاد تعقد دعوم اجتماعات دورية في كل محافظة بتشوف خط سير التبرعات خط سير التجميع الدهب وتقابل الناس اللي بتبرعوا بأرقام كبيرة عناف البيت عشان تشجع الناس أكتر للتبرع وده استمر يعني من أول الهزيمة من شهر يونيو لحد يمكن شهر نوفمبر حرقة سير الجامع التبرعات والدهب منتظمة وهي بتشرف عليها وهي بتستلم بنفسها المصاغ وتقابل يعني المرأة اللي جاية تبرع بدهانها والجهة اللي حسلم كمان الدهب بنفسها وتوزن بنفسها الحاجات وده عشان خط كمان تدي رسالة للمرأة المصرية إن إحنا آهوزمنا فهزيمة قاسية ولكن دي هزيمة يعني عابرة وإن هي جولة من ضمن الجولات وإن إحنا الحق معاينة بالتالي الانتصار قدم لمحالة يعني طبعاً وإي كان عندها حق في كل اللي كانت بتقوله أكيد وقبل ما نتكلم عن تفاصيل تانية في حكاية للعشرين ألف جنيس ترليني اللي خدتهم من الكويت لما سفرت عملت حفلة عشان تيجي تتبرع بالفلوس دي هنا في مصر بالضبط هو كان ده كان مبلغ يعني حق أداء أعلني لها في الكويت من قبل الهزيمة آه فكان يعني صدفة إنه جاء وقت تسليم المبلغ مع أول أيام بالهزيمة فهي أول ما جاء لها الشيك بعشي ألف جنيس ترليني حتما حاولت تماماً للخزنة المصرية وفي سرية تم يعني حتى الخبر ما كانش مقصود بيه خالص أي شيء إعلامي هو مضرد موظف في المالية المصرية صار بالخبر للصحافة فالصحافة حتكتب عنه مقالات إنه يعني فيه قدوة لنا مهمة زي أوم كلسوم إنه في زل أزمة يعني قدقت الموقف تماماً وحاولت تشيك لها جاي من خارج للخزنة المصرية فداكت البداية أصلاً الأولى بقى في فكرة جامع التبرعات إنه حاسة إنه ربكم إشارة دور من أدوارها دور قادم بقى وبهنها بدأ بقى الرحلات اللي عمتها برا مصر اللي كانت أصدها منها تجميع العملة الصعبة من برا مصر عشان تجيبها البلدها بضطوة إنها برض إنها تصلح الشهودة عربية على مصر بعد الهزيمة موقف رائع وموقف في منتهى النبل في منتهى العظمة عظم على العظمة يست بجد